طيب مش قلنا لكم هو فعلا نادي الدولة لما المهندس عادلي قال هنا الاهل النادي الدولة قامت الايامة ولسه ما قعدتش لانه الناس اللي عايزة تفسر المسألة على انه ده نادي الحكومة وده نادي السلطة راحت في السكة ديان مهما قلت لهم يا جماعة خليكم انتو كمان رجال دولة خليكم كمان نادي دولة كله لازم يبقى نادي دولة هو نادي الدولة دايما وابدا اي شخص مسؤولي يقولك ده راجل دولة راجل دولة معناها عنده هذا القدر من الوعي والمسؤولين طبعا والالتزام والمصلحة والالتزام والدولة عبارة عن مكون يعني هي ارضه شعبه وقانون حاكمهم وقانون حاكمهم مع مسؤولين يحكموهم هو دي الدولة لكن لما تبقى انت نادي السلطة ده موضوع مختلف اه فرقوا بين المعنيين والنهاردة احنا عايزين كلنا نبقى رجال دولة كلنا نفكر بهذا المفهوم كلنا نبقى ندية مؤسسات دولة ما اللي يعني الدولة تنهض ازاي طيب لو جينا نبص عشان برضو ننزل للناس منزلتها اللائقة مجلس دورة النادي الاهل بعيدا عن كل الصخب اللي شغاله وكل الدوشة اللي حصلة لاحظتوا هذا الوعي وهذا القدر العالي من المسؤولية تجاه الوطن ولا لا شفتوا اي تجاوزات شفتوا اي خروج شفتوا اي مهاترات او رد على اي مهاترة بالعكس الكل منضبط ولما حد بيتكلم بيتكلم وفقا لسياق مجلس ادارة النادي والالتزاب بين الاهل فوق الجميع مش عراء ابتداء من الكابتن محمود الخطيب وانزولا لكل عضاء المجلس حتى اصغر عدوا تحت السن الكل على هذا القدر من المسؤولية تجاه الوطن بدون اي استعداد لأي عشان كده هتلاقوا الاشخاص نفسهم كل يكرم في مكانه ويقدر مجلس يفخر به الاهلوية بجد مجلس بروح الفنلة الحامرة ما بتعديش فترة الا لما هتلاقي حد او اي حد من اعضاء مجلس ادارة النادي في مجال عمله ومجال اهتمامه محل تقدير واحترام على مستوى عالي يوميا تقريبا الاقي اخر حاجة مثلا اخبار اليوم مع الدولة بتعمل مؤتمر النهوض بالتعليم في فندق الماسة يتم اختيار تسع خبراء يناقشوا مستوى التعليم في جيل عشرين تلاتين اختيارات راحت للخيال المسؤول انت شايف رؤية الدولة ايه في عشرين تلاتين الاقي واحد من التسعة القمم دول الدكتورة راني علواني عضو مجلس النواب عضو مجلس ادارة النادي الالي عضو اللجنة للنمبية الدولية بصوا المحافل اللي بتشغالها راني علواني ودكتورة نابهة وطبيبة نابهة والاقي في نفس المؤتمر من اللي بيعرض اوراق عمل بخبرة في هذا المؤتمر الكبير المهم الاستاذ العمري فاروق عضو نائب رئيس النادي الاهلي وزير الشباب والرياضة السابق بصوا على الاختيارات وراجل تعليم لانه معنى بهذا المجال كمان فعنده رؤية مؤتمرات بتخطط لمصر في عشرين تلاتين فيها قيادات النادي الاهلي الاقي في نفس التوقيت مؤتمر بيزنس تو داي بيكرم قمم رجال الاعمال في مصر مؤتمر اقتصادي كبير بيختار عدد من قمم رجال الاعمال لتكريمهم فلاقي بين المكرمين والمقدرين الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي عن الشباب بصوا المستوى وقلاقي زميله الاخر رجل الاعمال وهو عضو برضو في مجلس المصدرين المصريين عضو معاه او في نفس المحفل الاستاذ محمد الدماطي عضو مجلس الادارة بيزر قرار عمرا نصار وزير التجارة والصناعة بضم عدد منه الاشخاص لمجلسي الاعمال المصري السوداني والروسي مجلس رجال الاعمال المصري الروسي والسوداني مجلس اين الاقتم اختيار محمد الدماطي عضو فيهم مش رجال دولة دولة دي تصرفات رجال دولة ولا لا دي تصرفات ناس مسؤولة تجاه وطنها ولا لا بعيدا عن الصخب والراغي بصوا بقيت المجلس كلهم في مجاله بصوا القدر اللي حظي بيه المهندس محمد سراج وهو بيكرم في مدريد في جامعة ريال مدريد وهو احد اللي حاصلين فيها على درجة الماجستير مستاذ في او معيد في الجامعة الامريكية ما فيه عضو منهم اللي حتلاقيه في مجاله عنده هذا القدر من المسؤولية المجتمعية ومن التفاعل مع قضايا البلد نفسها نتمنى ان الكل يكون على هذا القدر من المسؤولية خليكم كلكم رجال دولة مصر محتاجة كل ولادها مصر محتاجة الجميع بفعل ان ينضبط ويلتزم ويشتغل مش هنقضيها كلام واندور على كل يومين مشكلة علشان يتقلقصوا النادي الاهلي كذا النادي الاهلي شغال بلايحته وبنظامه وباحترامه يرحب بكل الاطراف المتنافسة ويمكنون عداء مدريد صدرته كلهم على هذا القدر من المسؤولية هم ماش مفضيين للمهاترات دول مشغولين قوي في الخاص والعام ومشغولين بناديهم وكلهم ملتزمين بسياسات النادي الاهلي تجاه المجتمعه النادي الاهلي تجاه نفسه الاهلي فوق جميعهم كل دي معاني بتترجم على ارض الواقع السياسة ابراهيم هو اللي ما يشوفش من الغربال احنا ما لناش شأن به ما احناش هنا في مجال ان احنا نعطن نفسينا عشان نخش في تراشق لكن احنا برد بس على الحقائق المغلوطة يعني موضوع غلط ما نسيبوش كده وحرد عليه بالمستند وبمتالكياسة والوضوح والأدب دون الإساءة الأحد وتاني حننشغل بالأهلي والأهلي فقط ما ليش شأن انت يعمل في نفسك اللي انت عايزه ما ليش دعو بيك وانتوا تلاحظوا حتى سفير مصر في الكنغو النهاردة وهو بيتكلم سفير حمدي شعبان وهو بيكرم بعثة الأهلي شوفوا الأستاذ طرق أنديل عضو مجلس الدرق وواحد من رجال اقتصاد الكبار واحد من قيادات أحد البنوك العالمية في مصر شوفوا انطباع السفير المصري وهو بيتكلم على أنه الأهلي فعلا منظومة عمل محترمة ومنضبطة ومحترفة هي دية النمازج اللي مصر محتاجاها مش بنزكي الأهلي ولا بنروج للأهلي ولا بنسوق للأهلي وعلى فكرة مش معنى كده ده احنا بنقدموا نموزك لكل المصرات الأخرى ما فيهاش بس كل واحد مسؤولي يقدم نفسه بالضبط أنا بقدم نفسي بس ده مش معناه صحيح أن احنا بنقلل من شأن حد لا لا خالص لكن الواحد يقدم نفسه ده النموزك بتاع الأهلي اللي احنا بنقدمه اللي احنا بنتكلم عليه عايزين الكل يبقى كده عايزين الكل فعلا يبقى حتى هذا القدر من المسؤولية اتجاه البلد هتسمعوا كتير عصو الأهلي ده قالوا على نفسهم نادي الدولة الله تاني في كل العصور عمر الأهلي ما كان في درجة قريبة حتى من السلطة لو قعدنا نحكي على السلطة في مصر السلطة السياسية الحاكمة من أول مناشى النادي الأهلي وموقفها من النادي الأهلي هتعرفوا قد إيه الأهلي ده عظيم بجد انه بحق كل هذه البطولات قبل ثورة 52 وبعد ثورة 52 وعلى رأس اتحاد الكرة لا يحرج السلطة ولا يروح لها يبقى على رأس اتحاد الكرة رئيس نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك شوية المشير عبد الحكيم عمر يبقى الرجل الزمالكاو العتيد هو اللي بيحكم اتحاد الكرة تلاقي حيدر باشا قبل الثورة برئيس اتحاد الكرة وزير الحربية ورئيس نادي الزمالك والأهل ياخد بطولات ويرجع يقول لك أسفل أهل نادي السلطة ولقيت هو في خلط بين السلطة والدولة الحقيقة بزبط الأهل نادي الشعب المكون الحقيقي للدولة باستمرار في وسط الشعب يرجع يقول لك لا يا سيدي الأهل نادي النخب والبسطاء الأهل نادي الشرفاء والبسطاء مع بعض نادي الأقوية والضعفاء بالعكس ده هو ده نادي الشعب لا بص في اجاه فتر من فترات كانوا بيروج ان احنا نادي الصفوة طيب وما لو انت عور اه انت نادي الصفوة تزعلني في ايه ما تقول انك نادي الصفوة الوطني والكرامة انا مالي اهلا وسهلا انت نادي الوطني والكرامة قول على نفسك اللي انت عين انما انا لاخلع الالقاب على ذاتي انا بقلزم نفسي بشعرات الاهل فوق الجميع شوفت انا حطيت نفسي تحت الاهل كلنا حطينا نفسينا تحت الاهل الاهل مش عظيم عشان بيكسب بيكسب عشان عظيم وهو الزعيم يعني علشان كده احنا مش 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 لا لا زهن ولا تفاخر ولا تعالي ولا حاجة لكن من حقنا ان احنا نشوف نفسينا كده من غير محد يزعل ومن حقهم نشوفوا نفسهم احسن الناس في الدنيا بس خلينا كل واحد في مساحته اللي عايز ياخدي على التعصم سيب كل واحد يستمتع بناديه ايوه واقول اللي علي اللي هو عايزه انا لو كان في وقت كنت جبتلك الشط اللي انت قلت المرة اللي فاتت ما تيجي نجرب كل واحد ينشغل بنفسه احنا هنا ليس لدينا هم غير ان احنا نحكي في الاهلي والحقائق التي تخص الاهلي وتاريخ النادي الاهلي ونرد على الافتراءات التي تحدث بحق بس ما نجرب غيرنا لا بنترصد اخطاء الاخرين ولا بنيولهم يعني وانت ما تقعد تقول لي يعني ابسط حاجة يعني بتقعد الساعات بتقعد الساعات الناس خدت هدايا فانت بتتكلم ويقول يا حرابية الساعات هل هذا كلام مقبول ويعدي والناس تقعد تتعامل فيه وتقولك تعال اعودوا مع بعض يا اخوانا يعني ما هو فيك ردود ده انا انا القانون انصافني ده انا رحت للقانون ده انا خدت حكم ده انا اللي رحت في المستقرف تأيد انا اللي رحت بلغت في نفسي ها وخدنا حكم طب انت في كلام كتير يترد لو احنا عايزين مهطرات لكن هذا ليس دورنا احنا عايزين نقول كل واحد يخليه في نفسه عشان نقدر نصلح المناخ العام لان لو كل واحد خلاف نفسه هيجود ما انت اللي تتكلم على ان انا وحش انت ما بتصلحش نفسك طب انا وحش ما تتشغلش بيا صلح نفسك وانا لو انشغلت بيك واحد تقول عليك وحش وما انشغلتش بنفسي مش هصلح نفسي هو لو كل واحد انشغل بنفسه يوم كله حيرتقي وعشان كده ان شاء الله في ملك وكتابة هتلاحظوا التأكيد على ثوابت هذا البرنامج اللي بيتسق ويتفق مع قيم النادي الاهلي وما بدء وثوابته الانشغال بالنادي الاهلي الدفاع عن حقوق النادي الاهلي التأكيد على قيمة النادي الاهلي غير كده ما يشغلناش حد غير كده دمتم للاهلي دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير ان نلتقي في العشرة مساء الاثنين القادم وإن شاء الله تصبح على خير